هناك العديد من المسيحين الذين يؤمنون أن بعض الأنبياء قد كتبوا تقاليدهم الشخصية والشعبية في الأسفار المقدسة هذا النوع من المؤمنين يظنون أن الله لا علاقة له بناموس موسى وأن موسى نسب تشريعاته لله زورا هذا الصنف من المسيحين يعترف فقط بعشر وصايا من التوراة ويتجاه الوحي 355 الوصية الباقية لكن هل فعلا اخترع موسى والأنبياء وصايا وشرائع ونسبوها لله كذبا؟ أم هل فعلا قام يهوى بهذا الناموس وأمر بتطبيقه على الشعب؟ هناك نقطة أخرى يجب أن تعرفونها وهي أن تلك النوع من المؤمنين يؤمنون بكل حرف نطق به يسوع في الأناجيل ويستعبرون كلام يسوع فوق كلام كل شخص آخر مهما كان منصبه في العالم الروحي والديني أو على الأقل هذا ما يقولونه فلنرى ما يقول يهوى ويسوع عن الشريعة والأنبياء في الأهدى القديم وثم الجديد انما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من ثمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح واشهد الرب على اسرائيل وعلى يهود عن يد جميع الأنبياء وكل راء قائلا ارجعوا عن طرقكم الرديئة واحفظوا وصايا فرائضي حسب كل الشريعة التي أوصيت بها آباءكم والتي أرسلتها إليكم عن يد عبيد الأنبياء ووضعت مثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه في هذا البيت وفي أوروشاليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضعوا اسمي إلى الأبد ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض التي أعطيت لآبائهم وذلك إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة التي أمرهم بها عبد موسى فقل لهم هاتذا قال رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود أبائكم أين هم والأنبياء هل أبدا يحيون ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك آبائكم أذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرة وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل وعلمه فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بالركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات واضحنا أن يسوع لا يريد نقض وزوال وصايا الناموس لآخر نقطة ولا حتى عند زوال السماء والأرض لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآن يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي عندما تبين أن اليهود لا يصدقون يسوع علن يسوع عدم استغرابه من تصرفهم لأن حتى كتب موسى ولكنهم يصدقونها حسب كلامه بمعنى أن يسوع واثق من أمانة موسى في نقل كلام الله ويقارن أمانة موسى بأمانته قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون صدر مثل الرجل الغني والفقير مباشرة من فم يسوع وكلام إبراهيم النهائي وهو في الجنة يثبت أن كلام موسى والأنبياء مستعبر أكثر حتى من كلام الناس قد قاموا من الأموات ذلك أيضا يثبت مدى ثقة يسوع بأمانة كلام موسى والأنبياء في الأسفار عند اليهود فلنختم بإنجيل متى هنا يخاطب الرب يسوع الجموع والتلاميذ مباشرة أميرهم أن يحفظوا ويفعلوا كل ما يقول لهم الكتب والفرسين بما أنهم جالسين على كرسي موسى أي مشرفين على الشعب وخافظين التوراد بمثابته وأن لا يفعلون أفعال الفرسين لأنهم لا يطبقون التعاليم التي يعلمونها أي الناموس هنا يظهر كم من الثقة والتقدير يمتلك يسوع نحو النبي موسى فكما رأيتم وسمعتم حسب الكتاب المقدس في العهدين لم يتجهل الله شريعة الأنبياء ولم يعارض يسوع ناموس موسى بل أدعمه أن يدعى لحفظ وأتباع الشريعة التي أتى بها موسى والأنبياء وحذروا ضد عصيانها لكن سيتحججون تلك المسيحيين بالعبارات قد سمعتم أنه قيل للقدماء وأما أنا فأقول لكم هذه العبارتين التي استخدمها يسوع في الأصحاح الخامس من إنجيل متى وهذا سيكون ردي لكم عندما كنت أحضر إحدى الكنائس الرائعة تعلمنا أن هذه العبارتين لا تعني أن الذي أتوا به الأنبياء للقدماء يخالف ما يقوله يسوع هنا أما أن يسوع فقط يعطي لب الموضوع أو هدف الوصايا القديمة والذليل على هذا التعلم هو حيث قال يسوع في العدد السابع والعشرون قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى أمرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلبه وأنتم تعرفون جيدا أن وصية لا تزني تكون إحدى وصايا الله بما أنها تقع في الوصايا العشرة التي تعترفون أنتم بها وإني متأكد أنكم تعرفون أنه لم يفند يسوع وصية الزنا هنا بالرغم أنه وضعها ما بين الذي قيل للقدماء فتحججكم عن القيل والقال باطلة لأنها تناقض نفسها فبالنهاية لقد شهدت أسفار وأناجيل الكتاب المقدس أن ناموس موسى موح به من الله على فم يهوى ويسوع نفسهم وحتى لو كان كلام يسوع موجه لذاك الجيل قبل الفداء المزعوم لو كان هناك تعلم خاطئ في التوراة بنظر يسوع لأنبه الناس عنه في الحال لكن لقد حصل العكس فأنصحوا أن هذا النوع من المسيحين يدرسون جيدا قبل ما يحرجون أنفسهم بإيمانهم المنقح على مزاجهم ترجمة نانسي قنقر